عسلام النسي لكل غن دو سانس نوو بودكاست نحكي لكم اليوم مع الواقع هذا اسمو غستي ونسانتي بور غستي ونسانتي الفو يونه المانتسيان سين سورة لبلان معناها لازمك تختار الغذاء الصحي مش كين الغذاء متاع المعدة فهمت اشنا ويفسر في البرتية هذية يفسر كونو احنا كما عنا معدة ومصار اللي هما يخليونا هخ deleted أو كتابة أو أو أجهب أنت هذه غذية الأفراد وعندوق قلب فهمت؟ عندوق قلب وكل قلب إذيك يتغذل وعندوق مخ وكل مخ إذيك يتغذل أنك называется امين ما فلمflow qufمم و ربق س �ショ و حما آل وأنه لا يطفق ونحل قوس رابيد من يبدو يبدو أن هذا هو معنى لفظ الأكل في القرآن نسمع برشة تفسيرات جدد في يوتيوب وكل يعني المفسرين اللي يستعملوا حتى الانتليجنس أكتفيسيال بيش يشوفوا الكل موين فانا جملة جات ودونك شنو مالي كنتيكس وكل دو قالك الأكل مش الأكل ماك لبارك مع تالأكل بمفهوم اكس بلواتي دونك يمكن يمكن مفهوم التقوى ومفهوم كونك تتقرب من ربي سبحانه بالتقوى أهم حاجة شنو معناها التقوى معناها تحمي هالمداخل هذو ما في الجسد متاعك لي وما وذنيك وعينيك يعني كلمة الفروج كلمة الفروج في القرآن فما شكون يفسر فيها بطريقة أشمل معنا تشاملة أكثر مش يعني المعنى الجسدي فقط لا كل حاجة تدخل بدنك وتغذي عقلك ولا فكرك ولا مشاعرك لازمك تعرف تختارها بواعي صحبني لا شكرا لهم شكرا للمشاهدة كما نبتل إن لماذا تم التعاليين أنت تخدمين أنت تخدمه تكون من Broك تتعالي مرة أخير تتعالي مددا أن تتعالي تو applicر صحة بالغادا تتعالي أن تتعالي التعالي أو أميقق يعلي لماذا قد أتون لا من المعلومات أعلم أنك تجليد إنشاء من تحديم وإلا تأتحصين مثلا مثلا تقول لك المثال مثال بنتي اللي نلقاها غادصة المرة الأخرى مع أصحابها في المسانجر والإنستغرام و قتل يماما قالوا الدفور متع التكنيك شي جي سعيب وفلانا قالت وفلانا قالت شي مكفيهم قتلها انتي كي تقعد معهم وهما يبدوا يحكيوا في الموضوع ذاق عدا تدخل في أفكار سامة المخك كملت انتي ريفزتوا التكنيك قتلي كملت أكا هومل برا اسمع غني برا لعب مع الكلاب برا هز البسكليت وعمل دورة الأفكار هزو ما كي بش تدخلهم المخك وتقعدوا مع أصحابك يدخلهم لك المخك انتي شنوش تربح انتي ما تربح شي انتي تخسر دونك تعلم اختار شنية الأفكار اللي تخلها تدخل المخك شنية الأفكار اللي تقولها نو ما يخسيء ما نحبش وكي العادة نحل القوص في القرآن عنا بارش أيات معانتها تقول لك ارد بيلك ما تدخلش في حديث معينة اللي هو معانتها الخوض بتسمع ما تدخلش في لغو كل حديث ازاي دهك الكل راهو مش باهي معانتها ركز في الحاجات اللي فيها مصلحة ما تدخلش روحك في كل شي وتبدأ تحكي 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 نار كامل هذا الشي هذا يستنظف لك الطاقة متاعك بالضبط كي من المشاعر نخذ أخير طفل يقرم على بنتي زادة من نرفزهم هكا البنات و يتبولد عليهم و لا كيفيش و قتليه و يفددوا مذبية ينقل من كلاسي و قتلى شعيش بنتي ركز انتي تو أنت ينوريخ دي سنتيمان ده قتليه يبكلنا نكره و احنا قتلى انتو ماتوكيتا اكرهوه رو هو ما يتدرب حات شايرة لكن انتي كيفية في دخل الكوره بدنك يصنع هرمونات خايبة هرمونات تحطم التوازن مع الجسد قتليه عمله هو خطره بليده وميحبنيه و قتلى هاريت انتي شوفوا طفل هاذكا كيف أنه فنة عائلة عايش كيف أنه في القرية دو تفهم اللي هو التصرفات متاعه راهي ان جرانت بارتي سيلو فروي دو سن إدوكاسيون دو سن ميليو ولا يهو بيدو الطفل حكيت لي مرة كيف يشبوه جاهزه من قدام الليسي وضربه عطازو سكروه في قدام الليسي تصور انت دون قتل علي تعيش بنتي ما يلزمش تكرواه الطفل لذي العكس يزم تحن عليه تسخفو بي شفت المشاعر هذي مختلفة تماما على الكرة مختلفة تماما على الكرة دونك انت اختار شنية المشاعر اللي تسمح القلبك بش يدخل لها خطر المشاعر هذي راي متذرش العباد ولا تنفحهم ذرك انت ولا تنفحك انت